فهاجر أبناء يعقوب وأحفاده من بلاد كنعان إلى مصر أبشروا يا بني إسرائيل إنها أبواب مصر حيث نزلوا على يوسف بن يعقوب حيث كان الهيكسوس يحكمون مصر في ذلك الوقت يقول يوسف لقد زاد شوقي لكم يا إخوتي وأحبتي أنزلوا متاعكم واستريحوا في مساكنكم ومن أين لنا السكن يا يوسف ونحن غرباء ولها عمل لدينا يقول يوسف اطمئنوا سأدبر لكم أموركم إلى أين تأخذنا يا رجل؟ نحن نمشي خلفك منذ أن سلمنا يوسف لك؟ إلى منازلكم وأين هي منازلنا؟ في أرض جاسان بجوار النيل وهل جاسان مكان جميل؟ من أجمل أماكن مصر ذهب بن إسرائيل إلى جاسان عاشوا فيها أيام رغد وكرامة ولم لا؟ ويوسف أيام ذاك كان أمينا على خزائن الأرض يا رجال تذكروا أن لا نطيل الصهر فلدينا أعمالنا غدا لن أنس ما فعله يوسف من أجلنا فقد جعلنا نعمل مع صفوة القوم وزكان لديهم لقد أحسن إلينا يوسف كما أحسن الله إليه وكان يوسف يعدل بين الناس كافة سواء كانوا من المصريين المستضعفين المستعبدين أصحاب الأرض أو الهكسوس الأقوياء ذو النفوذ فكان لا يميل لطرف دون الآخر ولذلك أحبه المصريون والهكسوس معا غدا يوم توزيع الغلال يا يوسف وأريد منك أن تقلل نصيب المصريين منها حتى نستطيع بثمن ما نوفره من الغلال زيادة تسليح جيسين العظيم يقول يوسف أنت تعلم أيها الملك كم أدين لك بالفضل ولكني لا أستطيع أن أنقص من غلال المصريين فإنهم عملوا وكدحوا طوال العام وليس من العدل أن نبخسهم حقهم فإن أردت توفير الغلال فخذ من حصتي لقد سمعت أن يوسف سيقلل حصة المصريين من الغلال لقد أمره الملك بذلك ويوسف لا يستطيع أن يعصي للملك أمرا ثم كيف لكم كمصريين أن تتساووا بنا نحن الهكسوس نحن حكام البلاد أنتم تحكمون البلاد ونحن أصحابها كيف تجرؤ أن تقول هذا أمامنا اتسحوا الطريق فلقد أتى يوسف ليوزع الغلال يقول يوسف قم يا بني بتوزيع الغلال وماذا عن حصة المصريين هذا العام يا سيدي يقول يوسف مثل كل عام يا بني يحيى العدل يحيى يوسف ولما شعر يوسف بدنو أجله جمع أهله جميعا وتحدث إليهم يقول يوسف أنتم بقية أهل الله على أرضه وصفوته من صالح المؤمنين لقد أرسل الله تعالى يعقوب أباكم ومن قبله إسحاق وإبراهيم دعاة لعبادة الله وحده واتباع سبيل الحق والخير فكان جدكم إبراهيم خليل الله وأبى الأنبياء وها أنتم تعيشون في أرض مصر مكرمين وأنا ما زلت معكم وبينكم وإني موشك على لقاء ربي والالتحاق بآبائي فإذا توفاني الله وهذا حادث لا محالة ستتعرضون للمهانة والظلم والعذاب فما عليكم إلا الصبر والتمسك بدينكم وبعد زمن ليس ببعيد سيأتي نبي منكم يخلصكم من جبروت فراعنة مصر وينصر الله به الحق ويقيم الدين واعلموا أن الله مع الصابرين تنقضي أربعة قرون ويتكاثر بن إسرائيل حتى صاروا ألوفاً لكنهم لم يلتزموا بوصية يوسف فتحيزوا للهكسوس دون المصريين أعطني عشرة أوان أيها المصري الحقير عشرة أوان بعشرة دنانير أيها الهكسوسي إن الأواني ليست لي ولكنها لرئيس الأمن وما الذي تقصده بهذا الكلام؟ أقصد أنه من الأولى لك أن تخافظ على حياتك ولا تسأل عن العشرة دنانير مرة أخرى أفهمت؟ إن الأواني هي كل ما أملك وزوجتي وأطفالي بدون طعام منذ أمس اخرص أيها المصري كيف تجرؤ أن تصرخ في وجه سيدك؟ ها هو رجل ذو شأن ومنصب من بني إسرائيل يحكم بيننا ماذا بكم؟ أخذ مني عشرة أوان ثمنهم عشرة دنانير ولا يريد أن يدفع لي شيئا إنهم لرئيس الأمن إذا كانت لرئيس الأمن فلا داعي للعشرة دنانير هذا ظلم نحن احتدنا على العدل من يوسف وبني إسرائيل منذ أن أتوا إلى مصر فما الذي أصابكم يا بني إسرائيل؟ ما لكم لا تعدلون؟ انحاز بني إسرائيل إلى جانب الهكسوس وابتعدوا عن العدل وكره المصريون بني إسرائيل ولكنهم لم يستطيعوا أن يعلنوا عما في صدورهم وأتى اليوم الذي يحضره بني إسرائيل جاء أحمس لتحرير مصر من الهكسوس في حرب ضروس كفى ظلما لأهل مصر اليوم نحرر بلادنا وأهلنا من ظلم الهكسوس وتغيانهم وإلا فالموت أشرف لنا من الظل والهوان ترجمة نانسي قنقر انتصر أحمس على الهكسوس وانتقم منهم أشد انتقام وطاردهم خارج مصر وظل بني إسرائيل يسكنون مصر فانتقم منهم أشد انتقام لما فعلوه من نصرة الهكسوس على المصريين ارحمونا يا جنود مصر وارحموا أطفالنا ونساءنا أنتم لم ترحمونا ولم ترحموا أطفالنا ونساءنا ذهب الهكسوس ولن يرفع عنكم الأدى أحد فهذا جزاؤكم على خيانتكم لنا دارت الدائرة على بني إسرائيل وسكنوا أكواخا طينية فقيرة وتقطعوا في أقاليم مصر وصدر قانون بتحويل كل بني إسرائيل عبيدا وصدرت ممتلكاتهم فأصبحوا فقراء ومنعوا من السفر خارج مصر وحرموا من التعليم وظلوا يعملون مسخرين في الأعمال الشاقة بدون أجر دارت الدائرة على بني إسرائيل وسكنوا أكواخا طينية فقيرة وتقطعوا في أقاليم مصر وصدر قانون بتحويل كل بني إسرائيل عبيدا وصدرت ممتلكاتهم فأصبحوا فقراء ومنعوا من السفر خارج مصر وحرموا من التعليم وظلوا يعملون مسخرين في الأعمال الشاقة بدون أجر أسرعوا أسرعوا قبل أن تطلع الشمس ويدركنا الجنود المصريون أنا أخشى أن يشاهدنا أحد أنا أخشى أن نعيش في مصر أكثر من ذلك فيزداد تعذيب المصريين لنا أسرعوا يا مراه لقد أوشكنا على الخروج من حدود مصر إني سأتنفس الصعراء بعد خروجنا إلينا أنتم زاهبون يا بني إسرائيل لقد تهى أحد أطفالنا فهيا بنا لنبحث عنه والذي يبحث عن طفله يحتاج إلى كل هذا المتاع إناكما تحاولان الهرب وسيتم القرض عليكما ومعاقبتكما ألا تعلمون أن القانون يمنعكم من الخروج من مصر سوف تدفعون الثمن غاليا على فعلتكم النكراء هذه ترجمة نانسي قنقر اتركوها وأكبدوا العمل وإلا قطعنا رؤوسكم فلنتركهم يستريحون قليلا فهم يعملون منذ يومين بلا تعامل وبلا نوم هكذا أمر فرعاوي أن يعمل بانو إسرائيل بلا أجل ليل نهار رجال ورساء شيوخ وأطفال ومن الذين آتاهم الله الملك وكذلك من الذين نزع الله منهم الملك فرعون موسى كان فرعون موسى الإبن الأكبر لوالده سيتي الذي حكم مصر من قبله تولى سيتي الأول والد فرعون الحكم بعد أن تعدى عمره الأربعين عاما فجمع بين النج والمرونة لقد جمعتكم اليوم لغرض في نفسي أريدكم أن تعلموه أريد أن تكون فترة حكمي مميزة ويتحدث عنها التاريخ بكل مدح وثناء نحن جنودك يا ملك مصر العظيم وأرواحنا في ذاك فإذا أمرتنا تجدنا لك طائعين سنقضي على الفساد والمفسدين وسنضرب بيد من حديد على من يخالف قانون البلاد أريد أن أمنع الرشوة والنهب من مصر أريد أن تكون مصر رمزا للرجال الشرفاء وأن لا يظلم في مصر ضعيف ولن يشغلني حب مصر عن حبي للآلهة فسنقوم بتشديد العقوبة على من يعتدي على أملاك المعارض كيف حال التجارة اليوم يا إخواني؟ نهى اليوم في أحسن حال اليوم فقط يا رجل؟ أو في كل يوم؟ الحقيقة منذ أن تولى هذا الرجل حكم البلاد وكل شيء على ما يرام فلقد أعاد هذا الرجل الأمجاد ثانية إلى مصر يا ليته حكم مصر منذ زمن بعيد إنه حاكم عادل أتنكر هذا يا رجل؟ أنا لا أنكر ولكن يجب علي أن أذهب لأقف بالجوار بضعاتي أخشى أن يسرق لصوص بضعاتي لم يعود هناك لصوص فلقد قضى عليهم هذا الحاكم وبطش بهم فنتسامر قليلا ثم بعد ذلك يذهب كل منا إلى بضعاته أرأيت يا رجل؟ لو لا حكم هذا الرجل وعدله لما استطعنا أن نتسامر السلام عليكم يا رجال يا مرحب رجال بني إسرائيل أنت تعلم يا شيخ العرب أننا نحبكم وأنتم أعز أصدقائنا ونحن بني إسرائيل نتمنى لكم الخير أكثر من أنفسنا ونحن أيضا نحبكم فأنتم قوم المباركون أينما حللتم ولكن ماذا تريد أن تقول؟ ماذا دهاكم حتى ترضوا بهذا الدل والهوان وددفعوا لفرعون مصر الكثير من الضرائب منذ زمن بعيد أهانت عليكم أموالكم إلى هذه الدرجة في مقابل ماذا تدفعون كل هذه الضرائب آه في مقابل الحماية التي يوفرونها لنا حماية؟ حماية ممن؟ نحن نعيش بينكم منذ سنين ولم يهاجمكم أحد فكل جيرانكم يحبونكم نعم ولكن 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 ليس هناك لكن وبدلا من أن تدفع النقود لفرعون سلح بها رجالك ليكون لك جيشك الخاص لقد جمعتكم يا شيوخ القبائل لأمر جلل إلى متى سنظل تحت حكم فراعين مصر وندفع لهم الضرائب ونعيش تحت قوانينهم أنت تدعونا إلى التمرد وهذا لن يقبله فرعون وربما حربنا وقتلنا ونحن ضعفاء لو اتحدنا لن نكون ضعفاء فلن اتحد ولنعلن الآصيان في وجه فرعون القبيرة التي توافق على ذلك يرفع شيخها يده يا إخواني ما الغرض من ذهابكم إلى البدو في فلسطين لتحرضوهم على التمرد على فرعون مصر فما المقابل الذي نستفيده من ذلك إن أهلنا في مصر لا يستطيعون الخروج منها فإذا استطعنا زعزعة الاستقرار في مصر سيفقد فرعون السيطرة على حدود مصر ويستطيع أهلنا الهروب من مصر ويأتون إلينا هنا في فلسطين وتكون دولاتنا هنا ونبتعد عن مصر التي أذاقنا الفراعنة فيها الذل ليل نهار كيف يتسنى لنا العيش هنا؟ والبدو يسكنون هذا المكان بعد تمردهم على فرعون سيبيدهم ويسحقهم وتخللنا الأرض ونمتلكها واتحدت كل القبائل على عصيان عظمتكم فقد اشتروا السلاح الذي سيدافعون به عن أنفسهم ضدكم ومن الذي أشعل هذه الفتنة؟ بنوا إسرائيل أريد أن أصنع أمجادا للبلاد تذكر من بعدي أريد توسيع المملكة وضم الممالك المجاورة إلى ملكي أريد أن أجعل المتمردين عبرة لمن يعتبر إن جيش مصر في تمام الاستعداد لخوض المعارك وصنع الانتصارات والأمجاد أريد أن تباركني الآلهة في هذه الحروب فبغير البركة لا أستطيع الانتصار بصفتي كبير الكهنة أباركك وكل الآلهة تباركك وتبارك حروبك يا مولاي عسى أن يكون للمعابد نصيبا في غنائم الحرب للآلهة ما تريد من الغنائم ولي أنا ما أريد من المجد ترجمة نانسي قنقر 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 هون عليك يا رئيس الجيش فإني سألقن بني اسرائيل درسا لن ينسوه بسم الله والحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء اللهم ازهي عنا بما هو أهله وازهي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا إن أمن البلاد في خطر وعلينا الحذر أي خطر هذا الذي تتعرض له البلاد يا مولاي بنو إسرائيل فإني أخشى الخيانة وكما تحالف بنو إسرائيل مع بدو فلسطين هذه المرة ربما يتحالفون مع الحيثيين المرة القادمة والحيثيون أقوياء وليسوا ضعفاء كالبدو إذن فليزدد تعذيبنا لبني إسرائيل ليس هذا الذي أقصده إذن ماذا تقصد يا عظيم مصر إن الذي أقصده هو قتل أسرى بدو فلسطين أمام بني إسرائيل حتى يدب الرعب في قلوبهم أريد أن نمثل بالجثث البدو أمام بني إسرائيل أريد أن تشوه الجثث الأسرى أريد أن يدب الخوف في كل من يشاهد هذا المنظر هذا جزاء من تسول له نفسه أنه يستطيع الإفلات من قبضة فرعون مصر لا تنطق بهذه الكلمة ثانية أريد أن تشوه من بني إسرائيل نهائيا أريد من الشرطة والجيش قتل كل شخص من بني إسرائيل على أرض مصر ومن سيقوم بأعمال السخرة التي ياب المصريون القيام بها فبنوا إسرائيل خدامنا وعبيدنا ويبنون بالسخرة مع عبيدنا ومقابرنا إنهم منذ التمثيل بجثث البدو وهم يعيشون في ظعر وخوف ما الذي حدث مجددا فأشعل غضب مولايا ثانية اشتركوا في القناة لقد تغلب أبو فرعون على خوفه من بني إسرائيل بمعاهدة سلام مع الحيثيين وأرسل الرسل إليهم من فرعون مصر ست الأول إلى ملك الحيثيين إليك التحية وبعد لقد طالت الحروب بيننا وبينكم وسالت دماؤنا ودماؤكم ويتم أطفالنا وأطفالكم ورملت نساؤنا ونساؤكم وإني أرى أنه قد حان الوقت لحقن الدماء بيننا وبينكم وأن تحل المحبة والوئام مكان الكراهية والحقد كي تنعم شعوبنا بالاستقرار والأمان فإن كنتم ترغبون السلام كما نرغب فلنتعاهد وإن كنتم ترغبون غير ذلك فلكم ما اخترتموه ملك مصر وفرعونها ست الأول أكرم الرسول وجهز له مكان لمبيته حتى نتشاور في الأمر ونرسل رسالتنا معه غدا الشكر لك يا مولاي ما رأيكم فيما سمعتموه؟ ربما المفاجأة يا مولاي قد أربكت تفكير بعض الشيء وماذا عن وزير خارجيتنا؟ ألا يزال مرتبكا مثل رئيس الجيش؟ إني مندهش لم تصني أي أخبار في الأيام الماضية عن رغبة مصر في السلام هذا عذر أقبح من الذنب أيها الوزير فمن المفترض أن تكون أول من يعلم ذلك مولاي إني أشك في أن فرعون مصر ربما أصابه المرض أو ربما لديه بعض المشاكل الداخلية التي تضطره إلى إبرام معاهدة معنا هذا ما ذاهب إليه تفكيري فربما أصاب الجيش المصري الواهن والضعف من الحروب المستمرة طوال هذه السنين فمن الممكن أن تكون هذه فرصتنا لمواجهة جيش مصر والحاق الهزيمة به وتفكيكه والخلاص من مصر إلى الأبد إن الجيش المصري في أسوأ حالاته ليس بضعيف هذا أولاً ثانياً إن جواسسنا وعملاءنا من بني إسرائيل لم يبلغون بأي شيء عن فرعون مصر أو جيش مصر فلو كان الفرعون مريضاً لعلمنا فإن معلوماتي عن فرعون أنه بصحة جيدة وفي انتظار مولوده الأول إن خزاناتنا يا مولاي لا يتبقى لها سوى عام وستصبح فارغة ما أره أن الهدنة قد تشكل لنا فرصة ذهبية للعمل والزراعة وملء خزانة الدولة من جديد وإعادة تسليح الجيش وتطويره من جديد كي يكون على استعداد تام لصحق جيوش مصر إذن الهدنة فرصة لنا كي نملأ الخزائن من جديد ونطور جيشنا لنعيد الكرة على مصر ونسحقها ايتوني من رسول من ملك الحيثيين وقائدهم الأعلى لك التحية قبلنا الهدنة ودون شروط وعليكم أن تأتوا إلينا هنا في أرضنا لنوقع الاتفاق الذي سيكون بيننا ولنبدأ زمنا جديدا بلا حرب ولنحقن الدماء لتفصحوا عن آرائكم فيما سمعتموه أرى أننا قد تسرعنا في إرسال الرسول بطلب الهدنة لا يعجبني أسلوب ملك الحيثيين فإنه يتحدث كما لو أنه في مركز قوة ربما أعتقد أن جيشنا يعاني من ضعف ما أو أن لدينا مشكلة قد تضعف موقفنا إذا دخلنا الحرب إني أتفق معكم جميعا ولكن الشيء الوحيد في هذه الرسالة الذي استفزني هو أنه يرغب في أن نذهب إليه لتوقيع المعاهدة فملك الحيثيين لا يعرف ضآلة حجمه بالنسبة إلى فرعون مصر إن أردت حربا جديدة يا مولاي فإن الجيوش في أحسن حال وعلى أتم الاستعداد لتلقين الحيثيين درسا لن ينسوه يجب أن تتحلى بالحكمة يا رئيس الجيش نحن أرسلنا رسولنا لهدنة فكيف ينتهي بنا الحال إلى الحرب يجب أن لا نحيد عن هدفنا الأساسي وهو قطع الطريق بين الحيثيين وبني إسرائيل إذن نقوم بتعديل الوضع وأن لا يكون اللقاء على أرض الحيثيين هذا هو ما أريده فليعود الرسول ويبلغهم برغبتنا في مكان محايد لعقد الاتفاق أبلغ فرعونك الموافقة على أن نلتقي في مكان محايد فلتعلم يا ملك الحيثيين أن المعاهدة التي تعقد بيننا إنما هي على أساس القوة وليست على أساس الضعف فإن جيوش مصر قوية وتستطيع شن الحروب في أي وقت إذا أمرت بذلك إن كنا جئنا إلى هنا في هذه البقعة المحايدة من الأرض فلنتعاهد على السلام إذن ما الداعي لهذا الكلام يا حاكم مصر أنا أريد أن لا أدع المجال لخيال ملك الحيثيين فربما يتصور أو يظن السوء والضعف في جيوش مصر نحن نعلم قوة جيوش مصر وأيضا نثق في قوة جيوشنا إن جيوش الحيثيين قوية وأعدادها كبيرة ومدججة بالسلاح ومدربة على فنون القتال وما الداعي لأسلوب استعراض القوة يا ملك الحيثيين أنا لا أريد أن أدع المجال لخيال حاكم مصر إذ ربما يظن الضعف في جيوش الحيثيين فليوقع ملوكنا على المؤاهدة حتى يعم السلام والهدوء أرجاء البلاد فليحتفر الشعبان والتقيم الولائم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله غالب على أمره فلتعلم يا ملك الحيثيين أن المعاهدة التي تعقد بيننا إنما هي على أساس القوة وليست على أساس الضعف فإن جيوش مصر قوية وتستطيع شن الحروب في أي وقت إذا أمرت بذلك إن كنا جئنا إلى هنا في هذه البقعة المحايدة من الأرض فلنتعاهد على السلام إذا ما الداعي لهذا الكلام يا حاكم مصر أنا أريد أن لا أدع المجال لخيال ملك الحيثيين فربما يتصور أو يظن السوء والضعف في جيوش مصر نحن نعلم قوة جيوش مصر وأيضا نثق في قوة جيوشنا إن جيوش الحيثيين قوية وأعدادها كبيرة ومدججة بالسلاح ومدربة على فنون القتال وما الداعي لأسلوب استعراض القوة يا ملك الحيثيين أنا لا أريد أن أدع المجال لخيال حاكم مصر إذ ربما يظن الضعف في جيوش الحيثيين فليوقع ملوكنا على المؤاهدة حتى يعم السلام والهدوء أرجاء البلاد شكرا فليحتفر الشعبان والتقيم الولائم شكرا أنا لا أصدق ما تراه عيناي وتسمعه أذناي كيف فعل ملك الحيثيين ذلك أنا لا يشغلني ما فعله ملك الحيثيين بل إن ما يضهشني هو كيف لفرعون الذي تملأه العظمة والإحساس بالفخر أن يتواضع إلى هذا الحد والأغرب من كل هذا أنه هو من أرسل رسوله للحيثيين هنيئا لكم ولنا يا جنود مصر فما أحلى أن يعيش الإنسان في سلام نعم هنيئا لنا ولكن لماذا هنيئا لكم يا بني إسرائيل ففي جميع الأحوال أنتم عبيدونا وخدامونا ولا شأن لكم بمعاهدتنا مع الحيثيين إن الملكة أم فرعون التي كان يحبها والد الفرعون لم تحمل شيئا من وداعة الخلق فقد كانت شخصية قاسية لم أكن أعلم أن اتفاقية مثل هذه ستجعل الشعب يفرح هكذا وماذا نستفيد من فرح الشعب أو حزنه فنحن ملوك ولنا أفراحنا الخاصة ولنا أحزاننا الخاصة أي أحزان تلك التي تتحدثين عنها إن الأحزان تخاف أن تقترب من فرعون وزوجته فنحن في انتظار مولودنا الأول وهذا الطفل سيملأ حياتنا بهجة وسعادة ابني ليس بطفل ولا مولود عادي فإنه حاكم مصر وملكها وفرعونها الأعظم وماذا أكون أنا؟ ألست بحاكم مصر وملكها وفرعونها الأعظم؟ سيكون كذلك أيضا يا زوجي العزيز ولكن من بعدك فالملك لا ينجب إلا ملكا والفرعون لا ينجب إلا فرعون اللي نترك هذا الحديث هو النعود اللي نشاهد أفرح الشعبي واحتفالاته حتى عندما تأتي الأفراح إلى مصر لا نستطيع المشاركة فيها ماذا يريد فرعون من بني إسرائيل؟ قتل بدوى فلسطين شرد أهلنا من بني إسرائيل الذين عانوا أشد المعاناة حتى وجدوا مكانا يعيشون فيه وتحالف مع الحيثيين الذين كنا نأمل فيهم أن ينقذونه ماذا يريد فرعون منه؟ اغفضي صوتك يا امرأة وإلا وجدت جنود فرعون يقطعون رأسك لقد فاض بي الكيل فاض بي الكيل فإلى متى سنظل كذلك عبيدا مقهورين؟ لا أجر ولا كرامة ولا وطن لنا حتى يأتي الرب بأمره وإن فرج الكرب وتتحقق نبوءة جدنا نبي الله يوسف ويأتي من أصلابنا رسول النبي يخلصنا من فرعون لقد مضى شهران على معاهدة الحيثيين ولم يحدث أي خرق للمعاهدة حتى الآن وهذا لا يعني أن الحيثيين سيلتزمون بالمعاهدة إلى الأبد بل سينقضونها ويعودون للحرب ولكن بعد أن يستعد لنا جيدا حفظتك الآلهة يا مولاي وحفظت صهرك الدائم على مصر ومعابدها وآلهتها مولاي الفرعون مولاي الفرعون إن مولاتي تصرخ إنها تعاني من ألام الولادة وتريدك بجانبها هيا يا مولاي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عندما ولد فرعون كان لذلك الحدث تأثير كبير على مصر كلها إنه يشبهني كثيرا يا زوجتي العزيزة وتبدو على ملامحه الجدية لم أرى طفلا بمثل هذه الملامح الجادة من قبل إنه يبدو كرجل كبير الملكات لا تلدنا أطفالا أيها الفرعون بل تلدنا ملوكا كل ما أتمناه الآن أن تتعافي وتعودي لسابق عهدك وتملأ القصر بعبير عطرك من جديد كل ما أتمناه أنا أن يصبح ابني فرعونا قويا قاسي القلب حتى يستطيع أن يحكم البلاد دون أن يطمع في سلطانه أحد الفرعون القوي يترك لأولاده حضارة قوية ويرضي الآلهة حتى تبارك أبناءه والآن فلتحتفل مصر العظمى بفرعونها الجديد اشتركوا في القناة فلتبارك الآلهة ابن الفرعون حاكم مصر الملقبة بابن الملك والأمير الوراثي والمشرف على جياد رب الأرضين فلتبارك الآلهة ابن الفرعون فلتبارك الآلهة ابن الفرعون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كلما نظرت إلى مصر يا أمي من مكان عال أشعر أنها كبيرة وفي نفس الوقت أشعر أن حجمي وطولي أكبر من مصر سبب ذلك أنك حظيم وبداخلك قوة تجبل قوة الآلهة وهناك سبب آخر ألا وهو؟ أن مصر ملك لك ومالك الشيء أكبر من الشيء نفسه ومتحكم في مصيره وقدره وبيده أن يسعده وبيده أن يشقيه وبيده أن يحييه ويميده إذن أنا ملك مصر ومتحكم في مصيرها وأنا الآمر الناهي لكل شيء فيها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه هدية الملكة إلى آلهة المعبد شكراً وعرفاناً مني بالعطاء الممنوح لي من الآلهة مولاتي إن الآلهة ستسعد كثيراً بهذه العطاية إنك أكثر الملكات تميزاً لدى الآلهة أشكرك فلتجلس يا كبير الكهنة فأنا أريد الحديث معك في شأن مهم طوع أمرك يا مولاتي لا قد أتم الفرعون ابني عشر سنوات أطالت الآلهة عمر الفرعون ومنحته الصحة الكاملة والزوجة المطيعة والذرية المباركة إني أرغب في أن يبدأ الفرعون الابن مشاركة أبيه في حكم البلاد لمصنت يا كبير الكهنة؟ فلتحدثني عما يدور بذهنك لا يزال الفرعون الابن صغيراً على هذه المهام الكبيرة لا يوجد فرعون صغير أعلم ذلك يا مولاتي ربما خانني التعبير من المفاجأة أقصد أن أقول ربما كان عمر الفرعون وسنه غير مناسبين لذلك الآن ربما بعد بضع سنوات قد يجوز وهذا ما جعلني آتي إليك لتتوسط لدى الآلهة لتمد يد العوني في ذلك الأمر لا مانع عندي في أن أطلب المساعدة من الآلهة بل وأن تزع الموافقة منهم ولكن المشكلة الحقيقية هي الفرعون الاب هل سيوافق على ذلك؟ إني أعلم إلى أي مدى يرتبط الفرعون الاب بالآلهة ويؤمن بها ويطيعها وأنا أيضا أعلم ذلك لكن أمرا كهذا ليس بالسهل لن يتم عرض الموضوع على الفرعون بهذه الطريقة التي عرضتها عليك كيف إذن ستعرضين الموضوع؟ كم أشتاق إليك يا زوجي العزيز؟ لم أتعود منك على هذا الود يا زوجة الفرعون العظيم ربما لم تسمح لي الظروف للتعبير عن مشاعري إذن ما هي الظروف التي أدت لهذه المشاعر؟ ولدنا الفرعون ماذا به؟ هل أصابه مكروه؟ إلى هذا الحد تحبه؟ بالطبع إني أخشى عليه من الوحدة ومن جلوسي معي طوال الوقت فيصبح فرعونا ضعيفا لا يعرف كيف يتحدث الرجال ولا يعرف كيف تدار البلاد عندما يقبر ويتحمل المسئولية كي يريحك من عناء الحكم لقد أصابني القلق على فرعون الابن ولكن ما الذي أستطيع أن أفعله من أجله؟ فليجلس معك أنت طوال الوقت كي يتعلم من حكمتك ويدرك قوتك ويفهم كيف يكون دهاء الملؤك ولكن ماذا يفعل عندما يكون هناك اجتماعات بالوزراء والكهنة والجيش؟ هذه أسرار البلاد كيف لطفل في هذه السن أن يعلم مثل هذه الأسرار؟ فليحضرها معك وما المانع في ذلك؟ فهو ابنك وسيحكم البلاد آجلاً أم عاجلاً وعليه أن يعرف أسرارها فلتترك لي متسعاً من الوقت كي أقرر فهذا الأمر ليس بالعين إذن فلتستشر الآلهة فإذا باركوا الأمر فلنفعل وإن لم يباركوه فلننتظر أصابتي نعم الرأيي لقد وافقت الآلهة على طلبكم وباركت وجود الفرعون لب إلى جانب أبيه في الحكم هل أبدت الآلهة أي تعليق آخر على الأمر؟ ربما يكون للآلهة شروط لتنفيذ الأمر لا يوجد أي شروط سوى بعض العطايا الببسيطة فلتشكر الآلهة يا كبير الكامل ولتقول لهم أن فرعون الأب سعيد بذلك وسيرسل العطايا لقد نقض الحيثيون الهدنة يا مولاي وهاجموا حدود مصر الشمالية وقتلوا المصريين العز لهناك وهل ما زالت المراسلات قائمة بينهم وبين بني إسرائيل؟ نعم ما زالت هناك مراسلات بينهم وكم بلغ عدد بني إسرائيل الآن؟ لقد تعد المئة ألف هذا العدد ليس بالقليل فإذا بدأنا الحرب الآن مع الحيثيين وتمرد بني إسرائيل في نفس الوقت سيربق هذا موقفنا في أثناء الحرب إن أمر بني إسرائيل أمر داخلي لا شأن للجيش به فهو اختصاص الشرطة ماذا تريد أن تقول يا رئيس الجيش؟ فليتحمل كل شخص مسؤولياته وليقم كل مننا بعمله الجيش يستطيع أن يحارب الحيثيين الآن لكن لا شأن لنا ببني إسرائيل السيطرة على بني إسرائيل ليست مستحيلة وإني أرى تجاوزا من رئيس الجيش في حديثه عن الشرطة وعن عملها أي تجاوز هذا الذي تتحدث عنه؟ إن حديثي عن واقع يشاهده الجميع أصبحنا نتردد في قرار الحرب بسبب عبيدنا وخدامنا وما كان هذا إلا بسبب ضعف الشرطة أنا لا أسمح بهذا التطاول هل تتطاولون على بعضكم البعض في حضرتي؟ هل وصلت الأمور إلى هذا الحد من الفوضى؟ اعتذاري الشديد وأسفي إلى الفرعون الأكبر اعتذاري أنا أيضا إلى فخامة الفرعون الأكبر لا داعي إلى حرب شاملة فمنوشات على الحدود لا تستدعي الحرب بل نرسل كتيبة من أقوى المقاتلين وأكثرهم مهارة إلى الحدود الشمالية ولتأديبهم وماذا عن بني إسرائيل؟ سوف أنكل بهم تنكيلا شديدا وأزيد ساعات العمل وأضرب بيد من حديد على كل فرد من بني إسرائيل ليس الآن يا رئيس الشرطة تعدى عدد بني إسرائيل مئة ألف كما تقولون وعدد الشرطة مئة ألف فإذا زاد العذاب عليهم ربما يفيض بهم الكيل وهنا تحدث الكارثة سيصبح مئة ألف من بني إسرائيل أمام مئة ألف من الشرطة فلنزد عدد جنود الشرطة حتى يصل إلى ثلاثمائة ألف جندي وبعد ذلك نزيد العذاب على بني إسرائيل أنا لم أفاجأ بذلك فأنا أعلم أن الفرعون ولدنا يملك من الذكاء الكثير لقد فاجأ الجميع بما فيهم كبير الكهنة هذا أمر طبيعي فهو سيدهم فالفرعون ينتمي إلى جنس ونوع مختلف ومن البديهي أن يصل إلى الحلول قبلهم كي يقودهم يجب أن يتم تعينه في منصب رسمي أي منصب هذا الذي من الممكن أن يشغله صاحب الثلاثة عشر عاماً منصب ولي العهد لقد باركت الآلهة تعين الفرعون لبن ولياً للعهد أصبح فرعون موسى ولياً للعهد بجوار أبيه ولكن أمه لم تكتفي بذلك وساعدتها الظروف على ذلك ماذا بالفرعون الكبير؟ ماذا أصابه؟ إنها حالة غريبة إنها تشبه أعرض الشيخوخة ولكن الفرعون ليس بكهل وما علاج هذه الحالة؟ ليس لها علاج عندي كيف هذا؟ أي كبير كهنة أنت؟ ألا تستطيع معالجة فرعون؟ لا يوجد لهذه الحالة علاج في كل البلاد هذا ليس تقصيراً مني أو جهلاً بعلوم الطب وبماذا تنصح يا كبير الكهنة؟ بالنوم وعدم الإرهاق وأن تأكل جيداً ترجمة نانسي قنقر قد أصبحنا جميعاً في وضع سيء فإذا علم الحيثيون بمرض الفرعون الأكبر ربما يطمعون في البلاد علينا أن نتصرف سريعاً إن الجيش البلاد قوي والحيثيين يحضرون جيوش مصر يا فرعون مصر العظيم أطالت الآلهة عمرك ولكني أخشى على نفسي وعلى الفرعون لابن من بعدك نحن الآن نعيش في حماك ولكن فيما بعد ماذا تقصدين من هذا؟ أن يصبح الفرعون لابن شريكاً لك في الحكم وستكون الكلمة العليا لك أنت وإذا اختلفتم في رأي فرأيك أنت بالتأكيد هو الصائب بقول لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تزوج فرعون موسى وزاد المرض على الفرعون الأب لقد حدثتني الآليات من قبل تتويج الفرعون لبن شريكا في الملك مع والده الفرعون الأكبر وبارك أيضا هذا التتويج الإله آمون إن تجار السوق يتداولون إشاعة تقول إن الفرعون يحتضر أعتقد أن نبوءة النبي يوسف قد اقترب ميعادها إنه ميعاد مولد النبي الجديد الذي سيأتي من عندنا نحن بني إسرائيل ليذهب كل منكم إلى عمله أمرك يا موليتي لقد أرسلت في استدعائي نعم يا نفرتاري كيف حالك؟ وحال والدتك؟ بخير ترسل إليك السلام أجلسي يا نفرتاري لا لا يجوز يا موليتي لا يجوز أبدا أن أجلس بجوارك ولم لا؟ فأنت يجري في عروقك الدم الملكي ومن أسرة لا تقل عراقة عن أسرتنا العظيمة أنتم الأعظم والأعلى يا موليتي فلتجلسي إذن مرت السنوات سريعا يا نفرتاري فأنا أتذكرك حين كنت طفلة يبدو أننا قد كبرنا لا يا موليتي أنت لا تزالين تتمتعين بالجمال والجاذبية فمن يرك لا يخطر بباله أنك والدة الفرعون لابني أبدا أبدا الفرعون لابني كم أحبه هذا الفرعون القوي والجسور متى آخر مرة شاهدته يا نفرتاري؟ أول أمس وكان يتحدث مع رئيس الجيش وكان يبدو منهمكا في الحديث ولم يلحظني وهل عدم ملاحظة الفرعون لابني لك تستدعي الحزن؟ لا أنا لست حزينة على الإطلاق نفرتاري أنا أريد لفرعون لابني أن يتزوج يتزوج؟ هذا خبر جيد ولكن من هي سعيدة الحظ التي سيتزوجها الفرعون؟ أنت يا نفرتاري أنا؟ ستكونين الزوجة الرئيسية للفرعون لابني وستكونين الأميرة الوراثية وسيدة الأراضين وسيدة مصر العليا والسفلة أنا يا مولاتي لا يعنيني أن أكون سيدة مصر العليا والسفلة بل كل ما يعنيني هو الفرعون وكيف أجعله سعيدا في حياته؟ إذن أنت توافقين على الزواج بفرعون؟ فما رأيك أيها الفرعون العظيم؟ إنني أرحب بشدة فأنا أريد أن أطمئن على الفرعون لابني قبل أن أنتقل إلى جوار الآلهة ونفرتاري من أسرة ملكية عريقة وسوف تكون زوجة مخلصة لفرعون لابني أنا أريد لمراسم الزواج أن تكون أعظم مراسم زواج ملكية تمت في عهد الفرعنة وما قبل الفرعنة أريد للأفراح أن تنتشر في مصر وأقاليم مصر لأيام وليال ليس هذا ما يجب أن تفكري فيه فأنا أخشى أن يكون الفرعون لابن لا يرغب في الزواج إذن فراعين مصر مشغولون الآن فالفرعون الأب مريض والفرعون الابن سيتزوج إذن من يحكم مصر الآن؟ لقد وصل إلى مسامعي أن زوجة الفرعون الأب هي التي تسير البلاد ولكن في الخفاء أنا لا أستبعد أمرا كهذا ألا تعتقد يا رئيس الجيش أن الوقت الحالي قد يكون فرصة ذهبية لنا للهجوم على مصر؟ إن مرض الفرعون الأب لا يعني بالضرورة ضعف الجيش وصغر سن الفرعون الابن لا يعني الاندفاع والتهور في سياسة مصر الخارجية هل يوجد لديك مشكلة ما في الجيش ولم تخبرني بها يا رئيس الجيش؟ لما هذا السؤال يا مولاي؟ لا تجب على سؤالي بسؤال يا رئيس جيشي أعتذر يا مولاي أعتذر فأنا لا يوجد لدي أي مشاكل في جيشك العظيم إذن يبدو أنك اعتدت على السلام وهدأت نفسك ولا ترغب في إراقة الدماء مولاي نحن رجال حروب ولا نشعر بأي متعة في الحياة سوى متعة الحرب إذن فليذهب جيش الحيثيين ليستمتع في أرض مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا إن الحالة الصحية للفرعون الأب غير مطمئنة يا كبير الكهنة لا أخفيك سرا يا مولاتي لم يعد أمام الفرعون الأب الكثير من الوقت فالمرض يفتك به ألا توجد أي حلول لدى الآلهة حتى نطيل عمر الفرعون؟ إذن علينا الإسراع في إشراك الفرعون لبن في كل أمور الدولة وأصرارها حتى إذا حدث ما لا نتمناه كنا على استعداد مولاي إن الأولويات لدينا هي أمن البلاد فالقضاء على المخاطر الخارجية والداخلية أهم من أي شيء أهم من الخبز نفسه وهل مازال بني إسرائيل على اتصال بالحثيين؟ بكل تأكيد يا مولاي وعددهم في ازدياد يوما بعد يوم إذن اقتلوا أبناءهم عاماً وتركوهم عاماً كما أمر الفرعون الأكبر واستمر جنود فرعون في تنفيذ مخطط فرعون من قتل الأبناء سيدي لقد عذرت على هذا الطفل إذن اقتلوه أتركها ولا تقتلها فهذه المرأة بنيانها قوي فلتذهب إلى المعبد إلى متى سنظل في هذا الاستعباد والإهانة يا يكابت؟ فلا شيء يقف أمام قدرة الله هذا عمران بن قاهت ابن لاوي ابن عقوب فهو من ذرية الأنبياء سنظل كذلك يا عمران حتى يأتي الله بالنصر من عنده وعلى يد رسوله كما تنبأ جدنا يوسف وأيضا زوجته يكابت من ذرية الأنبياء فهي يكابت ابن تلاوي أي أنها عمة عمران زوجها فلم يكن يوجد في شريعة بني إسرائيل ما يمنع زواج العمات والأخوات إلى أن جاء موسى بالشريعة السليمة يشك جميع بني إسرائيل أن الرسول الجديد سيأتي من ذريتنا فماذا سنفعل؟ لن نفعل شيئا بل سيفعل الله فنحن متزوجون منذ أربعة أشهر فقط نعم وهذا يعني أنك في شهرك الثالث ولم يتبقى سوى أشهر وتلدين فماذا لو كان ولدا؟ لا تستبق الأحداث يا عمران فكما أرسل الله لنا طفلنا فهو قادر على حمايته زوجي العزيز عندي خبر سعيد ولكني أخشى من التصرع في استنتاج الأمر أكاد أتوقع الأمر يا عزيزاتي نفرتاري وماذا تتوقع؟ هكذا استمر فرعون على نهج أبيه بقتل ذرية يوسف بن عقوب ولكن كل هذا لا يستطيع الوقوف أمام إرادة الله زوجي العزيز عندي خبر سعيد ولكني أخشى من التصرع في استنتاج الأمر أكاد أتوقع الأمر يا عزيزاتي نفرتاري وماذا تتوقع؟ أنك تحملين بداخلك الآن فرعون مصر الجديد لا تطلع أحداً على هذا الموضوع حتى نتأكد من الحمل حسن لن أخبر أحداً ولا ولا حتى أمك الملكة توية هذا ما لا أستطيع فعلاً فأمي يجب أن تعلم كل شيء لأن أمي تعني لي كل شيء كم أنا سعيدة بذلك الخبر فمنذ زمن بعيد لم أسمع أخباراً صار وأنا أيضاً سعيد فأنا لم أرك مبتسمة طوال حياتي إلى هذا الحد أسعدك الخبر؟ نعم فهكذا أطمئن أن الملك سيظل في أسرتنا لأجيال قادمة ماذا بك يا فرعون مصر؟ ألم تسمعني؟ بل سمعتك يا أمي إذن أجبني ماذا بك؟ كنت أتمنى أن يشعر الفرعون الأكبر بهذه الأوقات كي يفرح بالفرعون الحفيد كي يشعر أنه جد وما أدراك أنه لا يشعر؟ ربما يشعر ولكن لا يستطيع التعبير عما يشعر به هل تعتقدين ذلك؟ هل يشعر أبي أنه سيصبح لي ولد؟ بكل تأكيد فالفرعون يشعر بكل شيء عليك الآن أن تفرح وتعلم أن الفرعون الأكبر بجانبك وعليك أن تدير شؤون البلاد بقوة وحزن فالفرعون الأكبر يدعمك ويقف بجانبك حقا يا أمي؟ حقا أيها الفرعون زوجة فرعون حملت ويكابد ابن تلاو بن عقوب حملت أيضا ولكن لا يعلم أحد من الذي تخفيه الأقدار لكل منهما فإن يكابد ممن رضي الله عنهم وزوجة فرعون هي زوجة عدو الله كفى يا عمران بالله عليك ألا ترغب في أن تستريح قليلا لا أرغب في الراحة فأنا لا أشعر بالتعب من القراءة في علوم أجدادنا يعقوب ويوسف ما رأيك أن نتناول الطعام في الخارج؟ ونعم الرأي فلنذهب للخارج لقد اختربت ساعة ولادتي عمران هل بدأت تشعرين بالخوف على نفسك يا يكابد؟ ليس على نفسي بل على المولود هذه أول مرة أسمعك تتحدثين بهذا الخوف؟ وأنا أيضا أول مرة أشعر بهذا الخوف فليفعل الله ما يشاء علي أن أذهب لأنام فلدي عمل شاق غدا في مقبرة الفرعون الجديدة أعتقد أن حجم الفرعون الصغير في زيادة وأنا أيضا أعتقد ذلك فأنا أهتم جيدا بالطعام ولماذا تضيقين الملابس هكذا؟ حتى يعلم الجميع أنني أحمل في بطني فرعون هل يبدو على بطني أي علامات للحمل؟ لا 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 يبدو شيء عليك فهذه الملابس واسعة ولا تظهر أي علامات للحمل نعم فأنا أرتدي تحتها ملابس ضيقة جدا حتى تقلل من حجم بطني ولكن هذا سيؤلمك كثيرا يا يكابد ليس هذا المهم بل المهم أن لا يشعر جنود فرعون أثناء عملي معهم أنني حامل أدع لي بالسلامة يا زوجي العزيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا تحرك سريعا يمرأة تحرك رحمة بي فأنا متعبة ومريضة لا تتحدثي وتترك العمل يمرأة بطني وقلمني لا أستطيع الاحتمال فلترحموني وترحموا زوجتي ومولودي لما كل هذا الخوف يا رجل؟ تماسك كيف؟ كيف أتماسك وأنتم ستقتلون مولودي؟ اصبر حتى نتأكد فإن كانت أنثى سنتركها تمنه يجب عليك أن تعتاد على ذلك الأمر لأنه ربما يتكرر فكلما أنجبت طفلا ذكرا سيقتل أتوسل إليكم إن جاء ولدا اتركوه أو أعطوني فرصة للذهاب للفرعون كي أتوسل إليه سنعلم الآن من القابلة التي تساعدها في الولادة إن كان ذكرا أم أنثى أتوسل إليه 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 مصنف إنه زاكر إذن فد�냐 لذبح아 أحيان أخيان أخيم أخيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذبح جنود فرعون أول أبناء عمران ويكابد وتملك الحزن منهما لم أكن أتخيل أنه سيصيبني كل هذا الألم في يوم من الأيام لم أكن أتخيل أن تتملكني كل هذه الكراغية تجاه أحد بهذا الشكل في يوم من الأيام هل؟ هل يعقل أن يقتلوا طفلي ورزقه لازال في صدري؟ لك فينا ما حدث؟ فأنا لا أريد أن ننجب مرة أخرى بل سننجب مرة أخرى استمر فرعون في قتل أولاد بني إسرائيل ورزق الله فرعون الولد ولكنه يمهل ولا يهمل لقد أنجبت لي الولد يا نفر تاري لنشكر الآلهة على ما قدمته لنا يجب أن تقوم بتجهيز القرابين والهدايا القيمة وتعطيها لكبير الكهنة في المعبد هذا ما حدث بالفعل كيف حال حفيدي؟ فلتحمليه يا أمي وتنظري في وجهه ضعه هنا وسأنظر في وجهه إنه يشبهك يا ملك مصر وفرعونها حقا يا أمي؟ حقا أيها الفرعون أريد أن يراه أبي الفرعون الأكبر إذن فلتحمل ولنذهب للفرعون الأكبر في غرفته فلتقربه على وجه جده وللتحاول إيقاظه نعم لنحاول إيقاظه أبي فلتستيقظ يا أبي كي ترى حفيدك كي تعلمه أصول المبارزة بالسيف ماذا أصابك يا أبي؟ أجبني؟ ماذا بك؟ بالذي حدث لأبي يا أمي إنه لا يتنفس فلنأتي بالأطباء وكبير الكهنة في الحال مات الفرعون الأب يوم ميلاد الفرعون الحفيد وكيف للأخدار أن تترك فرعون موسى ليفرح بابنه بينما توجد كل هذه الأحزان في بني إسرائيل ومرت الأيام والأشهر ما الذي حل بابني يا كبير الأطباء؟ إن حالته الصحية غير مستقرة وأنفاسه مضطربة فلتحضر له دواء يا كبير الأطباء يجب أن نعرف الداء أولا تين حدث دواء وما هو الداء إذن أيها الطبيب؟ لا أعرف فحالته غريبة ربما مسته بعض الأرواح الشريرة بسوء فلنأخذه للمعبد ليأخذ بركة الآلهة ونطرد الشر من جسده ما رأيك يا أمي؟ حيث إن كبير الأطباء لا يوجد لديه ما يفعله فليس لدينا سوى المعبد لم تمر سوى أيام قليلة ومات ابن الفرعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا لا أصدق ما حدث فلقد كان ابننا بين أيدينا منذ أيام قليلة والآن غير موجود لقد كنت أجاهز لإعداده كملك على مصر كي يتربى كملك منذ صغره أنا محبطة إحباطا شديدا أشار أني غير راغبة في أن يكون لي أبناء لا تقولي هذا فإننا لن نكف عن المحاولة ظلت زوجة فرعون تحمل وتلت ويعطى للمولود اسما ولكنه سريعا ما يموت تكررت هذه الحالة العديد من المرات ماذا علي أن أفعل يا كبير الكهنة كي يعيش أبنائي لماذا لا تمنح الآلهة الحياة لأبنائي أغلب الظن يا مولاي الفرعون أن هناك لعنة شريرة قد أصابتك في ذريتك ولماذا أنا إنني أقدم القرابين والهدايا إلى الآلهة كل عام وأبني المعابد ما الذي فعلته كي يموت أبنائي هذه هي أوامر الفرعون العظيم هل ترغبين في أن يكون لنا أبناء مرة أخرى بعد كل ما حدث نعم سيعطينا الله أبناء وسيعودنا عما حدث ولكن في الوقت الذي يريده الله أتزوج يا أمي هل تريدين مني أن أتزوج؟ نعم أريدك أن تتزوج فإنه في غالب الأمر يوجد عيب في نفرتاري إذا كان هناك عيب في نفرتاري فذلك يعني أنها لا تستطيع أن تحمل ولكن نفرتاري تحمل من الممكن أن يكون لديها مرض يتسبب في موت المولود بعد ولادته بفترة وجيزة وهل هذا جائز؟ نعم والآن يجب عليك الاستعداد للزواج فيجب أن تأتي بولي العهد سريعا وماذا عن نفرتاري؟ لا وقت لهذه المشاعر الجوفاء فستظل نفرتاري بوضعها وسلطانها في البلاد وستحتفظ بكل أسمائها أرجوك أن لا تبكي يا زوجة العزيزة نفرتاري لا أستطيع أن أمنع نفسي من البكاء هل ستكرهينني بعد زواجي؟ لا لا أبدا أنا لا أستطيع أن أكرهك فأنت زوجي وحبيبي وأنت ستظلين السيدة الأولى وحبي الوحيد وستحتفظين بألقابك فأنت سيدة مصر العليا والسفلة وسيدة الأراضين أي على قدر المسواة بي أنا شخصيا لا لا تقول ذلك فأنت سيد مصر وفرعونها وليوجد من هو في مقامك الرفيع حبيبتي هذا الأمر لا دخل لك به ولن ينطقص من قدرك عنده هذا كل ما يهمني أن أظل محتفظة بمكانتي في قلبك وسأبني لك أجمل مقبرة بنيت لملكة في مصر كلها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وتزوج فرعون بآسيا اعتقادا منه أنه سيرزق منها بذرية ويكون قد تخلص بذلك من اللعنة لكن هذا ما لم يحدث فاستمرت اللعنة تطارده وظل بدون ذرية ما الذي بوسعي أن أفعله يا أمي فما زالت اللعنة تطاردني وما زال أبنائي يموتون تتزوج مرة أخرى أيها الفرعون وما الفائدة من زواجي مرة أخرى ربما آسيا مريضة وعليك أن تتزوج بامرأة كاملة وخالية من أي مرض هل يعقل ذلك يا أمي؟ هل يعقل أن تكون كل من نفرتاري وآسيا مريضة وبنفس المرض؟ ولماذا لا أكون أنا المريض والأطفال يموتون بسببي؟ كل شيء جائز حملت يوكابد مرة أخرى وترقب عمران حملها بخوف وقلق وعلم جنود فرعون بالحمل فتربصوا بهم يوم ولادة يوكابد وعلم جنود فرعون بالحمل اللهم عليك بهم يا رب اللهم عليك بأعدائك اللهم عليك بهم اللهم انظرني بماذا تتمتم يا عمران؟ لا 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 شيء لا شيء من المؤكد أنه يتمنى من الآلهة أن تكون أنثى كي لا نذبحها أنثى أنثى حمد لله حمد لله أنثى حمد لله حمد لله هادية 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 وحمد لله وحمد لله ثانية على كونها أنثى رزق الله عمران ويوكابد بابنتهما مريم حمد لله وبعدها بثلاث سنوات رزقهم الله بهارون حيث ولد هارون في عام العفو أي العام الذي يترك فيه فرعون أبناء بني إسرائيل دون أن يقتلوا وبعد ولادة هارون رأى فرعون مناما أزعجه كثيرا لقد شاهدت في منامي أرض بيت المقدس تخرج منها نارا عظيمة تنتقل إلى أرض مصر فتحرق بيوت المصريين جميعا ولا تقترب من بيوت بني إسرائيل ما معنى هذا الذي رأيته في منامي؟ أريد الإجابة فورا يا كبير الكهنة سيولد طفل من بني إسرائيل سيزنم الملك على هددي ايتوني برئيس الجيش ورئيس الشرطة فورا جن جنون فرعون لذلك وشدد تعليماته لجنوده بقتل أطفال بني إسرائيل بلا رحمة ولا هوادة في الوقت الذي كانت فيه يوكابد على وشك ولادة ابنها الثالث موسى ماذا؟ أتريدين أن تلقيه في النهر يا يوكابد؟ هل هذا معقول؟ هذا ما أوحاه إلي ربي هذا الكلام لا يقبله عقل أتريدين أن تلقي به في الموت المؤكد؟ ماذا أصابك يا عمران؟ هل نسيت ما حدث لجدنا إبراهيم عندما كانت النار بردا وسلاما عليه؟ إذن افعلي ما أوحاه الله إليك أما أنا فسأذهب بعيدا فلا أستطيع مشاهدة هذا الموقف ولكن أترك لي مريم وخذ معك هارون جن جنون فرعون لذلك وشدد تعليماته لجنوده بقتل أطفال بني إسرائيل بلا رحمة ولا هوادة في الوقت الذي كانت فيه يوكابد على وشك ولادة ابنها الثالث موسى ماذا؟ أتريدين أن تلقيه في النهر يا يوكابد؟ هل هذا معقول؟ هذا ما أوحاه إلي ربي هذا الكلام لا يقبله عقل أتريدين أن تلقي به في الموت المؤكد؟ ماذا أصابك يا عمران؟ هل نسيت ما حدث لجدنا إبراهيم عندما كانت النار بردا وسلاما عليه؟ إذن افعلي ما أوحاه الله إليك أما أنا فسأذهب بعيدا فلا أستطيع مشاهدة هذا الموقف ولكن أترك لي مريم وخذ معك هارون أمي لقد اشتريت الصندوق يا أمي وأنا انتهيت من رضاع أخيك يا مريم إذن هيا بنا إلى النهر يا أمي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا رب إني سأفعل ما أوحيت به إلي وإيماني بك هو ما يدفعني إلى فعل ما يعتبره الناس جنونا يا رب لقد آمنت بك فأنت رب جدنا إبراهيم ورب إسحاق ويعقوب وإسماعيل أسألك أن تعيد إلي يا ابني يا سالب ثبت قلبي ثبت قلبي يا رب يا من جعلت النار بردا وسلاما على جدي إبراهيم اجعل الماء أمنا وأمانا على ابني يا رب يا رب يا رب يا رب إني أريد أن أربني ثانية فهذا وعدك الذي أوحيت به إلي ربي أعده سالما معافا قويا يا رب يا أمي لقد أصبت فإن رأسك ينزف دما بل إن قلبي هو الذي ينزف يا مريا يا مريا اذهبي وراء الصندوق حتى تعلمي إلى أين سيذهب ثم عودي إلي وأخبريني انتظر أيها اللس بل أنت اللس الذي سرق أموالي انتظر لا يوجد سوى هذا الرجل الذي سرق أموالي لم أسرق شيئنا أيها الشرطي فأنا رجل شريف فلتغلقوا مخارج السوء حتى نفاتش الجميع انتظر أيها اللس بل أنت اللس الذي سرق أموالي يا أخي انتظر يا أخي لا تتركنا أنا و أمي وحدنا يا أخي انتظر إن هذا الرجل يلقي النقود كان شك الرجل صحيحا إذن لقد ضع أخي لقد ضع أخي ضع أخي افتحوا أبواب السوق ها هو الصندوق يا للهول إنه قصر الفرعون يا إلهي يا إلهي أنقذ أخي أنقذه من يد الظالمين يا إلهي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله غالب على أمره وصل موسى إلى قصر الفرعون ومريم أخته تراقبه انظرنا يا فتيات انظرنا هناك ما هذا الصندوق وما الذي أتى به إلى هنا؟ لنذهب إليه ونأخذه لنفتحه ونعرف ماذا به احذري ربما يكون بداخله شيء قد يصيبنا بدرر ماذا تقصدين بالدرر؟ ربما فيه حية أو ما شابه أو به كنز أو ذهب أو أشياء سمينة وإذا فتحنا الصندوق وأعطيناه لسادتنا قد يتهموننا بسرقة شيء منه نعم أنتما على حق فلننتظر ونفتحه أمام مولاتي لنذهب لمولاتي هيا بنا مولاتي إن الباب يطرق يا مولاتي اسمحي لمن بالخارج بالدخول كيف حال مولاتي آسيا؟ بخير ما الذي أتى بك؟ هل من أمر؟ نعم لقد وجدت الفتيات صندوقا ألقاه النيل إلينا ويبدو من وزنه أن بداخله شيئا قد يكون سمينا فلتنتظريني أنت والفتيات في البهو حتى آتي إليكن سمعا وطاعة يا سيدتي سمعا وطاعة يا سيدتي قد يتبعه Hulk itä سمعا وطاعة كان أنا لا أستطيع المقاومة فإن فضولي سيقتلني إني أرغب بشدة في معرفة ما في الصندوق إن السيدة آسيا على وشك النزول إن السيدة آسيا قادمة لتأخذ كل واحدة مكانها ليقترب هذا الصندوق مني افتحي ولكن يا مولاتي أخشى أن يكون به شيء قد يصيب مولاتي بضرر لننتظر حتى يكون معنا بعض الحرس افتحي إنه ولد لقد أحببته إنه أصمر اللون يا سيدتي لكنه جذاب إني لا أستطيع أن أصرف نظري عنه كنت أشعر أن ما في الصندوق شيء جميل فعلا شيء جميل لم ينشرح قلبي لأحد سوى هذا الولد أريد أن يشتد القهر والقسوة على بني إسرائيل أريدكم أن تقتلوا أطفالهم وهم في بطون أمهاتهم لماذا الانتظار حتى يولدوا ربما يكونوا في بطونهم بنات أريد أن أقتل البنات أيضا إنني أكره بني إسرائيل جميعا رجالا ونسان اهدأ اهدأ يا مولاي الفرعون فإن الأمور جميعها تحت سيطرتنا لقد ذبحنا كل من ولد بعدما رأيته في منامك العظيم يا مولاي ماذا قال لك هذا الكاهن؟ السيدة آسيا وجدت طفلا رضيعا في مياه النيل اصبحوه الآن فورا اشتركوا في القناة ماذا بكم أيها الجنود؟ سنأخذ الطفل من أمركم بذلك؟ مولاي الفرعون وماذا ستفعلون به؟ سنذبحو من سيسمح لكم بذلك؟ أنا الفرعون الأعظم وحاكم مصر كل هؤلاء الرجال من أجل زبح هذا الرضيع الذي لا يقدر على إطعام نفسه؟ اذبحوه مهلا أتعصين أوامري؟ ما كان لي أن أعصي لك أمرا إذا ماذا تريدين؟ لنتحدث وحدنا ولا يسمعنا أحد أرجوك امنحني هذه الفرصة ترجمة نانسي قنقر 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 بسم الله والحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء اللهم اجزه عنا بما هو أهله وازهي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته لقد تأخرت مريم إني قلقة أخشى أن يكون قد حدث لابني مكروه ألم تقولي إن الله أوحى إليك بأنه سيرده إلينا سالما أريدك أن تذهب في اتجاه مريم قد تستطيع أن تدريكها فلننتظر ولا نحدث كثيرا من الحركة التي قد تلفت النظر إلينا وإلى مولودنا لن أستطيع تحمل مشاهدة هذا الطفل وهو يذبح ولقد أحببته لقد أحببناه جميعا حتى سيدة آسيا أحبته حبا شديدا هل تعتقدين أن السيدة آسيا تستطيع أن تقنع الفرعون بالعدول عن ذبح الرديع؟ تستطيع مولاتي ذلك فأنا أتمنى له أن يعيش قليل من الوقت وسيخرج إلينا الفرعون والسيدة آسيا وسنعلم كل شيء اتركه يعيش يعيش هو وأموت أنا؟ هكذا هو الوفاء لي يا آسيا إن تفسير منامك يقول إن الذي سيزول ملكك على يديه سيخرج من بني إسرائيل أليس كذلك؟ بلى وما الذي أدرانه؟ إن كان هذا الولد من بني إسرائيل أم لا؟ إذن من المحتمل أن يكون من بني إسرائيل إذن فليمت لم نرزق بولد يا زوجي العزيز منذ أن تزوجنا وكلانا يعاني من ذلك ماذا تقصدين بذلك يا آسيا؟ أقصد لماذا تعتبر هذا الولد نقمة وزوال ملكك على يديه؟ ربما يكون نعمة أرسلتها لنا السماء تعويدا عن ما حرمنا منه من الأولاد أية سماء تلك التي تتحدثين عنها وأنا معي كبير الكهنة وأحوز على رضا كل الآلهة زوجي اترك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وسيقن كل الولاء والإخلاص لك إذا تربى بين يديك وفي نعمتك اتركه اتركه لينفعنا لينفعك أنت أما أنا فليس لي نفع به هل يعني هذا أنك ستعطيه لي؟ اتركوه لقد قال لكم اتركوه ألم تسمع بعد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنما أمره إذا أراد شيئا من أن يقول له كن فيكون نجى موسى من فرعون وحال الله بين فرعون وبين قتل موسى الحمد لله الحمد لله أنا لا أصدق أذني سيعيش في قصر الفرعون وآسيا زوجة الفرعون سترعى لقد اطمأن قلبي لذلك وتأكدت أن الله يحرس ابننا أمي أريد أن أذهب للنوم أي نوم تتحدثين عنه يا مريم وأخوك ربما يعاني من الجوع بعد قليل فلقد فات زمن منذ أن أرضعته لتذهبي إلى هناك وتطمئني علي ماذا به؟ لما لا يكف عن البكاء؟ ربما جاع وعليه أن يرضع إذن فليأتوا بمرضعة ايتوني بمرضعة واجعلوها تأتي كل يوم لقد ملأ هذا الطفل المكان بهجة حتى الخادمات ساعدنا لوجود حسنا أريدك يا زوجي العزيز أن تعطي له اسم لن أعطيه اسمي ولن أعطيه أي اسم داخل الأسرة فهو ليس من الأسرة ولما تنفعل؟ إن الموضوع بسيط ربما يكون بسيطاً بالنسبة إليك أما بالنسبة لي فلن أعطي اسمي إلا لابني الذي هو من صلبي ليكون فرعوناً وعظيماً مثلي عليك أن تردعيه جيداً أيتها المردعة فهو بمثابة ابن لزوجة الفرعون لن أترك في أمعائه مكاناً إلا وملأته باللبن فلن يوجد أهم من ابن السيدة آسيا إنه يبعد بوجهه عن صدرك هذا شيء عجيب فهو كما تقولين لم يرضع منذ الصباح نحن وجدناه في الصباح وهذا يعني أنه ربما لم يرضع منذ أمس دعيني أحاول مرة أخرى لقد رفض مرة أخرى هذا طفل عجيب سأذهب إلى مولاتي كي أخبرها بالأمر ترجمة نانسي قنقر ماذا حدث؟ مولاتي الطفل لم يقبل صدر المردعة ولا زال يبكي دعيني أحاول معه مرة أخرى لا داعي فإنه كلما وضعته على صدرك زاد بكاءه فهو يرفضك تماما دعيني أحاول أرجوك أرجوك فأنا أريد إرضاع هذا الطفل لأني أعلم جيدا أن سيدة أسيا ستدفع كثيرا لماذا لا يقبل صدرها؟ لا نعلم يا مولاتي فلتذهب هذه المرضاعة ونأتي بأخرى ربما يتقبل من الأخرى حسنا يا مولاتي من هذه المرضاعة التي أرسلت في طلبها مولاتي آسيا فلتفتحوا لها الأبواب كي تدخل سريعا هذه المرضاعة هي أشهر مرضاعة في مصر فصدرها لا ينقطع عنه اللبن منذ سنين ولم يجلس طفل على صدرها إلا وردع إذن فلنبدأ سريعا فلقد عانى هذا الطفل كثيرا ما اسم هذا الطفل؟ لم نعطي له اسما بعد وماذا سيفيدك اسمه؟ فقط أردعي عجبا لهذا الطفل لقد رفض ثانية لا لم يرفض أنا التي وضعته خطأ على صدري في وضع غير مريح إذن فلتحاولي مرة أخرى وضعيه في وضع مريح هذه المرة أعلن عن رفضه بوضوح هذه أول مرة تحدث لي إنه طفل عجيب لم تحدث لي هذه الوقات أبدا وماذا علينا أن نفعل الآن يا مولاتي؟ هل أذهب لاستدعاء مرضاعة أخرى؟ وماذا لو رفضها؟ لا أعرف يا مولاتي أريد مع شروق شمس اليوم الجديد أن تكون كل مرضاعات البلاد هنا عندي في القصر أمر سيدتي إن الألم يعتصرني ابني جائع منذ الصباح ولا أستطيع الذهاب لإرضاعي هوني على نفسك يا يكابت فماذا عسنا أن نفعل؟ سأذهب لإرضاعي ماذا؟ ماذا أصابك يا يكابت؟ أتريدين أن يقتلوه؟ أنا أريد إرضاع ابني لا أستطيع التفكير في غير ذلك هل نسيت يا يكابت؟ ما أوحاه الله إليك؟ هل نسيت ما وعدك الله إياه؟ كل هؤلاء السيدات تمتهن مهنة الرضاعة؟ نعم وما أسهلها مهنة فهن لا يفعلنا أي مجهود ثم بعد ذلك يحصلنا على الأموات؟ هل تريد أن تعمل مرضاعة؟ يا لسخافتك أيها الجندي السمي السيدة آسيا زوجة فرعون مصر العظيم لنبدأ لقد رفض فلتأتي التي تليها رفض 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 رفض